جيهان من السعودية جيهان من السعودية تقول يعني إذا كان الشخص أو تقول إذا تعرفت على شخص وبعد أيام كبرت علاقتنا وصرنا نحب بعض ودائما نتكلم على الجوال بدون علم أهلين ما حكم ذلك جيهان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الستر ولجميع بنات المسلمين أخت الفاضلة بارك الله فيك إذا تعلقت امرأة برجل وتعلق بها الرجل فإن الطريقة السليمة والصحيحة والنظيفة هي الزواج يعني بمعنى المسارع إلى الزواج وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس للمتحابين مثل النكاح أو إلا النكاح النبي عليه الصلاة والسلام أقر مسألة المحبة قد توجد محبة امرأة تحب رجل وهذا الرجل قد يعلم أو قد لا يعلم ورجل يحب امرأة وهذه المرأة قد تعلم أو لا تعلم فإذا علم بمعنى أن المرأة علمت بأن هذا الرجل يحبها ورجل علم بأن هذه المرأة تحبه وحصل مثل ما قلت أنت تطورت العلاقة إلى اتصالات استمرارية المكالمة استمرارية العلاقة يجعلك في دائرة الحرام نسأل الله العافية والسلام ولذلك اخت الفاضلة ما دام أنك مقتنع بهذا الشاب وهذا الشاب مقتنع بينكم عفوا مقتنع بك وحصل بينكم هذه المحبة سارع إلى الزواج وقولي له هذا تلفون والدي هذا بيتنا هذا الأخواني إذا فعلا صادق في المحبة تقدم الحمد لله تعيشين في الحلال وتعيشين حياة نظيفة بعيد عن مثل هذه المواربة والاختفاء وهذا الخوف اللي تعيشين وراء أهلك ولو اكتشفوا أهلك وهو أيضا يخاف أبدا ما في أجمل ولا أرع ولا أحسن من أنك تقولي له هذا بيتنا أقول هذا الكلام لك ولجميع بناتي وأخواتي اللي شاهدوني إذا حصل مثل هذا لا تدوم العلاقة يعني لا تطيلين أمد العلاقة إطالة أمد العلاقة سبحان الله يجعل الشيطان يدخل وربما هذا الاتصال نتج عنه لقاء وهذا اللقاء ربما تحصل فيه الكارثة فلذلك اخت الفاضلة أقولي له تفضل أنا كما أنك تحبني أنا أحبك هذا هذا باب بيتنا وقت البيوت من أبوابها وأيضا كثير من البنات انخدعنا بأشخاص يعني مثل ما يقولون وضعوا الشمس في يمينها والقمر في يسارها وقالوا لهم كذا وكذا حتى إذا أخذ غرضه السيء رماها وش قيمة البنت بعد ذلك ولذلك أنت اختبري هذا الشاب إذا أردت أن تختبري الصدقة لأن الفتاة في الغالب عاطفتها تغلب اختبري قولي له تفضل هذا باب بيتنا وهذا والدي وذول أخواني موجودين أخطبني منهم وعقده وإذا حبيت تتزوج الآن ولا بعد فترة الحمد لله أكون زوجة لك اختبري وشوف ردة فعلة إذا قال والله يعني على الرحب والسعى وهذه أمنيتي هذا صادق يتفضل أما إذا قال لا وما لا وبعدين يبدأ يولد أعذار احذري منه الكلام ليس لك يا جيهان فقط كل بنت أي شخص يقول أنا أحبك أنا أريدك أنا كذا تقول تفضل هذا بيتنا اختبري تقدم إذا بدأ يختلق الأعذار احذري منه فإن هذا غير صادق أما إذا قال نعم أمهلين أسبوع أسبوعين نرتب مع والدي مع أهلي ما كذا عرفي بأنه صادق أصلا الله تعالي يحفظك